الإسماعيلي حكاية يا شبه حكاية الإسماعيلي حكاية يعني وكلمنا فيها كتير الإسماعيلي ولسوق الحظ الواحد مضطر يقول نجا من الهبوط الإسماعيلي هذا النادي العريق الكبير نجا من الهبوط مفهوض نقول للإسماعيلي كمان مبروك تخيل طيب الموسم اللي جاي في ايه بقى للنادي الإسماعيلي أنا بحب دايما إيه نقفل الصفحة القديمة ونشوف اللي جاي إيه اتحاد الكورة أخطر النادي الإسماعيلي بإقاف القيد بشكل رسمي بقرار من جانب الاتحاد الدولي لكورة القدم بسبب عدم سداد النادي المستحقات الخاصة باللعب التونسي نور الدين الزمان وده أزمة كبيرة هو الإسماعيلي عنده مستحقات ب600 ألف دولار أصلا أتصور بالتوقع مش متأكد يعني الإسماعيلي في 600 ألف ينه ف600 ألف دولار المفروض الإسماعيلي يسددهم بسرعة عشان لما قيد يتفتح الإسماعيلي يحل مشاكله في التشكيلة والنواقس الكتير اللي في التشكيلة نفس اللي كنت بقوله عزبك من شوية إلى من يهمهو الأمر الإسماعيلي في أزمة أولاد الإسماعيلي الناس اللي بتحب الإسماعيلي ما ينفعش الإسماعيلي يقرر هذا الموسم السيء تاني طيب بالمنظر ده الموسم اللي جاي هيبقى أسوأ على الإسماعيلي لو حصل إيقاف قيد منطقة وطبيعة